وجود فكر واعي عند كل اب او كل ام في البداية ان يبقى فيه مكتبة لأولادي على حسب المراحل السنية والعمرية ده انجاز لما بنجي نتكلم عن علمان محاضرتنا وازاي تبقى فيه طفولة وعية وازاي يبقى عندنا اطفال فعلا متميزين مفيش طفل مش متميز وتيجي لأم بتقول لك لا ده عناد ابن لازينا ده طالع الاهله انا عارف اواخد جينات اهل ابوه مش اهلي لان انا اهلي طيب اهل ابوه ولا لا لا ده مش عارف اقول لك لا مش صحي خاص مفيش طفل مش موغوب مفيش طفل مش متميز مفيش طفل مزكي واطلع طلع منه الزكاءات الستة واحنا زودنا اتنين كمان فبقوا الزكاءات الثمانية لكن فيه ام او اب او مربي ماهوش فاهم طبيعة المرحلة مش فاهم خصائص المرحلة دي بتمشي ازاي واتعامل مع ابني ازاي فيه عدم وعي كافي او معلوماتي خاص اتعامل ازاي مع طفل واطلع اطلع الابداع اللي فيه احنا مره عملنا ورشة عمل احنا كنا بدقين هقولنا من سن تسع سين كان سن تسع سين ده مجاسفة بالنسبة لنا يعني كنا بناخد من اتناشى عشان نعرف نتفاهم لأ كان فيه بقى طفل سبع سنين هو اخو بنوتا من اللي حضرة اللي عندها تسع سنين اعلى معيار انجاز كان بفرش العمل كان من الطفل وعنده سبع سنين حتى المشرفات اللي كانوا موجودين ما جابوش نسبة معيار الانجاز وكيرف اللي كان طالع مقرب للثمانين في المية من الطفل ابو سبع سنين احنا اللي مش عارفين نطلع الضرر والالماس اللي في قلوب وعقول اولادنا ما احنا مش عارفين يعني ايه اه تدحرج الفكرة ستين اداة من ادوات التفكير المفروض ان انا بتعامل معها يعني ادوارد بونو كان بيقول نشتغل من ثمان سنين وتسع سنين عليهم انا بقول لتجربي من سبع سنين وحتدعيني ستين اداة من ادوات التفكير ان انا منها فكرة فيش طبعا هنا لا ايه اه ممكن ممكن نشرحه هنا عليشها اسلام بقى حاجة اسمها البي ام اي دي اداة واحدة من ادوات التفكير وبنقول كده ان يعني ايه ازاي ان احنا انت الاول سمعين سوتي ولا محتاجين الماي ها الناس اللي ورا سمع سوتي ولا اخد الماي تمام شكرا حمزة يلا بيه اعلي سوتي كمان ايه والله حاضر انا بزعق ما تقلقيش اعلي سوتي لما باجي اخد حاجة اسمها ضحرج الفكرة يعني ايه ضحرج الفكرة يعني انا عندي فكرة وبسأله وانا اتجربها مع البنات اللي موجودين معانا شنطة الجويس معانا شنطة الجويس لما هناخد البنات تعملوا معانا تعملوا معانا حاجة تحفة قوي اه وانت كمان معانا وتقلقش لما باجي اقول اي موضوع او اي حاجة بتكلم فيها فيها ايجابيات وفيها سلبيات وفيها حاجة اسمها البو البو ده كان الدب بتاع الهاني العسل اللي بنجيبه في الكرتون بتاع الاطفال كانوا مسمينه بو البو دي هي الفكرة المبدعة اللي ممكن ما تخطرش على دماغي اصلا وانت كمان هتيجي هاجبكو كلكم لما باجي اقول فكرة مثلا ايه وندي المثال للمعتاد احنا دايما بنقول لو الاوتوبيسات او مواصل المواصلات العامة مفهاش كراسي ايه الايجابيات في حاجة زي كده والسلبيات وايه الحاجة المبدعة اللي ممكن نستخلصها لو نقول ناخد من الامهات الاول وبعد كده ناخد من الاولاد العساسين الاماميري التحفيني للجوم النهارد ده لوش عايز اقولك اجمل محاضرة على قلب النار لو عملنا الباص المتربوس كله المتربوس كله يا بنات او يا اولاد ويا شباب ويا ابطال مفهاش كراسي ايه الايجابيات اللي تحصل لنا في حاجة زي كده مين يقول الله الله هايبقى عندنا عدد اكبر عدد اكبر ايه كمان ها الكل هيبقى واقف طب ايه الايجابيات ان الكل واقف نحرق سعرات حرية مثلا مساواة حلو ماشي مساواة يعني مساواة كله هنبهدلكوا تقفوا على رجليك اه نصبر لحد ما تيجي محطة مثلا الصبر نتعلم الصبر ماشي ايه عايزين السلبيات يلا نخش على السلبيات بس هو كده خلوا بالكو بقى انا بكلم الامهات هنا لما اجي اعمل انا بعملكم الوقت حاجة اسمها عصف لما باجي اتكلم مع ابني في موضوع او باخد رأيه في حاجة مجيش هقوله ايه طب يلا انقل على اللي انت عايز قطعت حبل التفكير يعني احنا كان ممكن نكتب كمان ايجابيات يتقطع حبل التفكير لما قولك ايه خلاص يلا ننقل على السلبيات ها مخيك بتجيل وشواره هي كده خلاص خلصه مهما تفكري حتى كان ممكن يبقى عندك اه انه الشعب كله عايز اقولي لكن خلينا خلينا نخش مين اللي عنده اول سلبية تعب ها بهدله كله عمال يزوقوا ببعضه بهدله وزن او بتاع ايه كمان هم ولو حصل زن ا اكتر ايه اللي يحصل معايا ركزوا معايا بقى معلش احنا هنستأذنكو في المناديل هنعمل بيها فكرة دلوقت لو انا ها خلينا اجيلكم هنا اهو انت اسمك ايه روان انت اللي قلت يا لولو يا جمي لو حصل ايه زن اه اكتر صح ايه اللي ممكن يحصل نتيجة الزن اه ضغط ادي فكرة ضغط ركزوا معايا بناتها عشان حتخليكم تاخدوا جايزة على الموضوع ده ولما يحصل ضغط ايه اللي يحصل استرس عصابنا تتعب حاجة نفسية ايه كمان امراض ممكن نقعد اه نقع لما يجي يعمل فرامل وماشى الله عالسواقه هنا والدلامش فالدنيا اه ممكن نقع ممكن ايه كمان يحصل لنا امراض ايه كمان ولما يحصل امراض ها مامشي معايا بالفكرة لما نمرض ويبقى شعب كله مريض وتعبان التقدم هيوقف الجاهزية مش هيروح مدرسة صح كده مش هنروح شغل دي اسمها ايه ده حرج الفكرة بيبقى عندي يا روان فكرة كده وبمشي عليها وبشوف تقدمها تمام هو ده البي ام اي طيب اطلع منين بحاجة ابداعية طبعا السلبيات بقده زمان كل اللي انتو قلتوه لكن هي الفكرة ان انا لما حب اناقش موضوع مع اولادي انا بتكلم في سني كم سبع سنين اخسن بالله انا اعرف اولاد من سني خمس سنين ومعايي السديهات بتاعتهم عشان تطلع في الافراح بصوا انطلحها جيبك اسلام يوم برا عندي طفل خمس سنين وطفل ست سنين بيفتح موضوع ويجي فيه مقترحات غير موجوده في الكتب غير موجوده اهم حاجه وانا بنائش اقول لك عينة دي ده ابن نازين قدب هو بس ما عوش الكلام واقول واقرر واعمل وهنقولي الكلام ده انعالجه ازاي لكن هي الفكرة ايه كلم قول كنت مرة في مواصلة عندنا في مصر كنت راحه من طريق القاهرة لسكندرية زراعي يعني ريتو سحر زراعي يعني انتو باشيين ثلاث ساعات ثلاث ساعات وقداني في الكرسين اللي قداني ولد ما يكملش ست سبع سنين وابوه تحرفيا طوالد ثلاث ساعات الولد ما بطلش كلام وابوه ما بطلش رد عليه دلوقتي فيه فيديو ترند طلع ترند دلوقتي مش عارف اعمل كم مليون لاب يقولك اكتر اب صابور الاب بيزين طرته والبنت اعمله تقول له انت بتعمل ايه قال لها بزيني طرت انت بتعمل ايه بزيني طرت انت بتعمل ايه بزيني طرتين قال لها بتحولي عشرين تلاتين مره حرفيا الولد في المواصلة ده ايه ولا سامع ايه انا شامر ريحة كوتش بتحرق قالوا أيوة الصمعمول من كذا والعلمك بقى المطط لما بنسخنه قوي وبعدين نجمده ونيجي نعمله ويتفاتي بيكلمه في كيميا وفيزيا والتعسين ست سنين سبع سنين ظهرج الفكرة لو أنا اشتغلت في الأداة دي صح فعلا مع أولادي أنا هطلع طفل يحكم العالم أنا هطلع مش رئيس جمهورية رئيس العالم كله أنا هطلع عندي طفل وطفلة ما فيش حد اسمه يبقى ابني بيتنمره عليه لا عارف يتكلم عارف يعبر عن نفسه عارف يقول ده غلط وده صح أصلا عندي ابني العيال صحابه منين ما يقولوله فهو ماشي تابع لا لو بتحور بالشكل بتاع ضحرج الفكرة إيه اللي يحصل فيها لو بعمل كده تأكد إن ابنك هيفضل